فالزينة ملحقة باللباس وقد بيّن الله ذلك في كتابه في الامتنان علينا بنعمة البحر وما نخرج منه من الزينة التي نلبسها وهذه الزينة شاملة لمظهر الإنسان كله أول ذلك بدنه فعليه أن يكون بدنه حسناً فهذا البدن له حق على الإنسان فلا بد من دعايته وعنايته ولهذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً شعثاً قد تطاير شعر رأسه فنهاه عن ذلك فخرج وغسل رأسه وسرحه وجاء وقد ادهن وامتشط فقال ما كان هذا خيراً مما كنت عليه فهذا خير لا شك وهو زينة وهذا حق من حقوق الشعر ومن حقوق البدن فعلى الإنسان أن يعتني بنظافة بدنه وأن يبتعد عن كل ما يضر بصحته ولا شك أن الروائح الكريهة المنبعثة من الخلقة ومن جسم الإنسان ومن عرقه وما يخرج من بدنه من الدسوم والدهون لا شك أن ذلك مما يحتاج الإنسان إلى تنقيته وإزالته وكذلك ما يعرض له وهو يعيش في هذه البيئة التي فيها كثير من التلوث يحتاج معه إلى كثير من العناية بمظهره لصحته أيضاً منها ما يتعلق ببعض ما يعرض لبدنه فالشعر مثلاً بعضه زيادته قبيحة فيحتاج فيه إلى قص وتقصير فإذا طال جداً أسعج وكان موذياً ومن ذلك ما يتي في خصال البطرة وإيضاً من الأظافر ما هو موذي إذا طال شرع أخذ ذلك نعم